يا صباح الفل عليكم أحلى وأغلى إخوات أهلا بيكم في يوم جديد ومزرعتك في بيتك وحلقة جديدة وجمعة مباركة عليكم جميعا والنهاردة عندنا حلقة سريعة ولكن قبل أن نبدأ كالعادة نزلوا حالا في الكومنت صلوا على الحبيب المصطفى اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله ما تنسوش كمان توصلوا الفيديو ده الألف لايك والنهاردة عاوز أتكلم معاكم على جزئية مهمة جدا النهاردة بتضر المربي الصغير وهي جودة الأعلى اللي حضراتكم بتشتغلوا بيها ليه؟ لأن النهاردة في السوق أعلاف كتير مضروبة جدا من حيث تركيبة العلف نفسها يعني مصنعة من الآخر كده تحت بير السلم بدون رقابة ما فيش فيها أي حاجة جماعة نسبة البروتين اللي فيها تكاد تكون معدومة ودي معمولة مخصوص للعبوات الصغيرة للتربية المنزلية فنصيحة مني ما تشتغلوش بالعبوات الصغيرة يا جماعة اللي هي العشرة كيلو والحاجات اللي ملهاش اسم في السوق دي بلاش تشتغلوا بيها أيا كانت ما تبصوش بقى على إن هي بتبقى رخيصة شوية أو عبوات صغيرة فحضراتكم كأهالي أو كتربية منزلية صغيرة الناس اللي بتربع 20 كتكوت 30 كتكوت 50 كتكوت الحاجات دي بيبدأوا يجيبوا اللي هي العبوات الصغيرة العبوات الصغيرة دي يا جماعة ما فيش فيها نسبة بروتين اللي مفروض تكون فيها سموم عالية جدا معمولة بدون رقابة معمولة يعني مش عاوز أتكلم كتير في الحتة دي ولكن المهم إن حضراتكم بلاش تشتغلوا بالعبوات الصغيرة دي أي حاجة ملهاش مركة ملهاش اسم حضرتك ما تشتغلش بيها طيب دي جزئية الجزئية التانية بقى والمهمة جدا اللي هي الأعلاف المنتهية الصلاحية يعني شركات كبيرة وكل حاجة ولها اسمه معروف في السوق ولكن اتخزنت عنده التجار بشكل خاطئ بمعنى إيه؟ بمعنى وقت ارتفاع الأعلاف يا جماعة كل التجار أو كل اللي كان معاه فلوس في أي مجال كان بيحول الفلوس دي لبضعها وبالتالي بدأوا إن هما يخزنوا كمية أعلاف كبيرة جدا ومعنى نزول الأعلاف لازم الأعلاف دي تنزل في السوق ده طبيعي جدا ولكن وقت نزول الأعلاف النهاردة فيها مشاكل كتير جدا الأعلاف المخزنة بشكل خاطئ دي يا جماعة فيها سمون فطرية صعبة جدا بتئز دورة التسمين بتاعاتكو رغم إن العبوة بتبقى شركة معروفة ولها اسم وكل حاجة ولكن اتخزنت بشكل خاطئ فصلاحيتها انتهت دي حاجة حضرتك ما تجيبش العبوة دي طيب في حاجة تماما مهمة جدا خلي بالكم إنها العبوة بيبقى عليها ورقة كده من برة مكتوب فيها طريقة صلاحية مكتوب فيها بيانات مهمة جدا اللي بيحصل الوقت إن هم بيشيلوا الورقة الخارجية دي يا جماعة طيب حضرتك بتعمل إيه بتروح بتشريق العبوة هي من شركة كويسة وكل حاجة ولكن ادخز دينة عند التاجر يعني لفترة طويلة معنى كده جماعة المسؤول عن سوق التخزين هو التاجر مش الشركة نفسها المنتجة للعلف خلاص كده يبقى مهم قوي إن انت تشوف تاريخ الصلاحية جالي كمان اتصال مبارح من أختنا بتقول إن هي اشترت العلف وبعد ما فتحت العبوة لقت فيها سوس حي ماشي يا جماعة متخيلين وصلنا لدرجة إيه؟ طيب لما جاءت تبص في الورقة اللي هي بتبقى داخل العبوة طبعا منتهت الصلاحية يعني حاجة صعبة جدا الأعلاف دي هتعمل سموم فطرية هتموت الفراغ بتاعتك وإنت مش هتبقى عارف السبب دي حاجة الحاجة الثانية مهم جدا إن انت تشتري من مكان موصوق فيه يعني مكان بيبقى شغال على طول مكان مش بتتركن عنده الحاجة فهمين قصدي؟ طيب إخوتنا بقى اللي بيقولولي رشحلنا أي شركة سمر نشتغل بيها بص يا جماعة الشركات كلها كويسة جدا ولكن مهم جدا إن انت تبص على تاريخ الصلاحية أيا كان بقى انت جايبها منين لازم تبص على تاريخ الصلاحية وده من حقك لو فتحت العبوة لقيت الريحة متغيرة أو أي حاجة فيها متغيرة دي من حقك إن انت بترجعها ومش بتستلمها وده حقك الطبيعي كمستالك خلاص كده؟ طيب تعالوا النهاردة بقى نشوف أسعار الكاتاكيت طبعا النهاردة الجمعة والأسعار النهاردة زيها زي مبارح يعني النهاردة اللي عنده كاتكوت قطاي بيبيعوا بسعر مبارح تعالوا نشوف الأسعار كده النهاردة ما تنسوش الصلاحة على الحبيب المصطفى طبعا بكرة ستبت إن شاء الله هنلاقي أسعار مختلفة تماما في الكاتاكيت استنوا بكرة إن شاء الله حلقة هتلاقوا فيها أسعار مختلفة تماما البط البلدي أرض المزرعة 130 جنيه والمحلات 140 جنيه للكيلو المسكوفي أرض المزرعة 120 والمحلات 130 جنيه للكيلو المولر أرض المزرعة 110 والمحلات 120 جنيه للكيلو الفرنسوي أرض المزرعة 100 جنيه والمحلات 110 جنيه للكيلو البكيني ارض المزرعة تسعين جنيه والمحلات مية جنيه للكيلو. الرغم البلد الاسود ارض المزرعة مية وتلاتين والمحلات مية واربعين جنيه للكيلو. الرغم الابيض ارض المزرعة مية وعشرين والمحلات مية وتلاتين جنيه للكيلو. الارنب ارض المزرعة مية وخمسة والمحلات مية وخمستاشر جنيه للمستهلك. الحمام البلدي ارض المزرعة مية وعشرين والمحلات مية وتلاتين جنيه للجول. ارتفاع البلدي ارض المزرعة مية خمسة وعشرين والمحلات مية خمسة وثلاثين جنيه للكيلو الفيوم والرز ارض المزرعة مية وسبعتاشر والمحلات مية سبعة وعشرين جنيه للكيلو. اما عن الساسه النهاردة ارض المزرعة مية وسبعة والمحلات مية وخمسة عشر جنيه للكيلو. ابيض بياض ارض المزرعة تمانية وستين والمحلات تمانية وسبعين جنيه للكيلو. امهات الفراخ البيضة الهبرد الكبيرة ارض المزرعة تسعة وسبعين والمحلات تسعة وتمانين جنيه للكيلو امهات استاس وارض المزرعة خمسة وتمانين والمحلات خمسة وتسعين جنيه للكيلو استمان ارض المزرعة خمسة وستين والمحلات خمسة وسبعين جنيه للجوز اما عن الفراخ البيضة النهاردة نزول جديد المعلن تسعين جنيه والتنفيذ الفعلي ارض المزرعة تسعة وتمانين جنيه والمحلات من ستة وتسعين لسبعة وتسعين جنيه في المحافظات الكبيرة سبات اسعار البيض النهاردة طبق البيض الابيض من التجار للمحلات مية وخمسين والمحلات للمستهلك مية خمسة وخمسين اما عن الاحمر النهاردة من التجار للمحلات مية اتنين وخمسين والمحلات للمستهلك مية تمانية وخمسين جنيه للطبق البيض البلد من التجار للمحلات مية وخمسين والمحلات للمستهلك مية خمسة وخمسين جنيه للطبق اما عن اسعار الاعلاف النهاردة معظم الشركات نزلت الاسعار اتمن بيتروح من التمانية وعشرين الف للتسعة وعشرين الف والعبوة قطعة في المحلات 25 كيلو 735 بادي سوبر 730 نامي 725 ناهي والكيلو قطعة في المحلات 30 جنيه سبات الردى اللعبوة 40 كيلو 575 والكيلو قطعة في المحلات 22 جنيه ادي النهاردة سبات اللعبوة 25 كيلو 625 والكيلو قطعة في المحلات 27 جنيه نزول أسعار الدورة النهاردة اللعبوة 25 كيلو 415 جنيه والكيلو قطعة في المحلات 18 جنيه الماكارونة إلعابيه 10 كيلو 300 جنيه والكيلو قطعي في المحلات 33 جنيه رز بلد عريض النهاردة نزول 785 إلى 25 كيلو والكيلو قطعي في المحلات 32 جنيه رز بلد رفيع 735 والكيلو قطعي في المحلات 31 جنيه إلعابيه 25 كيلو أما عن أسعار الكتكيت النهاردة بداية النزول في جميع الأنواع مهم جدا جودة الكاتكوت اللي حضراتكم بتشتغلوا به إخواتنا المبتدئين مهم أوي الجودة للكاتكوت اللي أنتوا بتستلموه لازم يكون مطابق للمواصفات الصحيحة اللي حضراتكم تشتغلوا بيها مهم أوي مصدر الكاتكوت مهم وزن الكاتكوت يكون مظبوط مهم نشاط وطاقة الكاتكوت والحيوية ومهم كمان درجات الحرارة اللي حضرتك بتشتغل بيها إن شاء الله تعدي معاك على خير كما أبتدت البط الشروفان 20 جنيه البط المسكوفي 45 جنيه مسكوفي مخلط 35 مسكوفي زكور 50 جنيه البيور 28 الفرنساوي 26 والمولار 35 جنيه رزي فرزيديوك 15 جنيه رزي برابر 13 جنيه رزي على وشه 14 جنيه بلدي حر 6 جنيه والهاجين العالي النهاردة 10 جنيه فيوم بلدي 8 جنيه والجميزة البيور 15 جنيه بلدي مشاعر 9 جنيه والساسو من 13 ل 14 جنيه أما عن الكاتكوت الأبيض الأهالي النهاردة واللي سعره نزل بادئ من 29 ل 30 جنيه الطاعي والشركات بادئ من 31 ل 34 جنيه على حسب الشركة الروم البرونزي النهاردة 41 جنيه رومي بلدي أصمر 48 جنيه والسلمان بادئ من 5 ل 10 على حسب العمر دي كانت الحلقة النهاردة لو لسه مش مشتركين بجد معنا هيفوتكم كتير شكرا لكل إخواتنا من مصر شكرا لكل إخواتنا من الدول العربية بحبكوا جدا في الله استنونا في حلقة جديدة تحياتي للجميع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة